حملوا حقائبهم وافترشوا أرصفة دول العالم في محاولة منهم لإيصال قضيتهم العالقة منذ أشهر طلاب اليمن المبتعثون للدراسة في الخارج لا تزال معاناتهم في عدد من دول العالم مستمرة وبلا حلول عملية يعاني هؤلاء الطلاب من توقف تحويل مستحقاتهم المالية والتي لا تجد غير التكرار الرسمي من الجهات المختصة لعدة معوقات تقف أمام تأخير صرف المستحقات وبفارغ الأمل انتظر الطلاب تنفيذ الشرعية لوعودها بتسليم المستحقات لكن إهمال ولا مبالاة الجهات الرسمية اضطرت الطلاب لنقل معاناتهم للعالم أننا إلى هذه اللحظة لم نستلم أي أربع تذكر من الحكومة اليمنية عبر الطلاب عن معاناتهم بعدة فعاليات بهدف الضغط على الحكومة لتحقيق مطالبهم حيث قاد الطلاب حملة هاشتاغ في وسائل التواصل الاجتماعي تحمل عنوين تؤكد على ضرورة صرف المستحقات وتحقيق مطالبهم بشكل عاجل كما قام الطلاب عدة اعتصامات في بعض عواصم ومدن الدول التي يدرسون فيها منها المغرب وماليزيا وتركيا وباكستان وبحسب مصادر طلابية فقد هددت طلاب بالتصعيد احتجاجاتهم في حال عدم التفاعل مع مطالبهم وقالت المصادر إن هذا التصعيد قد يصل إلى حد إغلاق أبواب السفارات قاد علينا عدة مشاكل منها مشاكل صحية ومشاكل دراسية وتم طرد أكثر الطلاب من مساكنهم تبدو معاناة الطلاب معقدة ومؤلمة في آن فبعضهم مهددون بلقمة العيش والطرد من مساكنهم بينما وجهت لبعضهم انذارات بالفصل لعدم قدرتهم على تسديد رسومهم الدراسية تؤكد الشرعية أن الطلاب في الخارج هم الشريحة المعول عليها في بناء اليمن الاتحادي لكن الجهة المعنية في الشرعية ما زالت تقف متفرجة أمام معاناة من تقول إنهم عماد النهضة في يمن المستقبل